هل يمكن لأي شخص أن يتمتع بكاريزما أم هي صفة فطرية نولد بها؟ كتب ودراسات تتفق أن الكاريزما عبارة عن مجموعة من المحارات ويمكن لأي شخص أن يتقنها بعد التدريب عموما كلمة السر في لغة الجسد والتواصل الجيد مع الآخرين أكيد موضوع الكاريزما سألتك فيه في البداية حنين أنه هل هي فطرة في ناس تحس أنه دخلتهم وحياتهم كده وإقبالهم عليك عندهم كاريزما وفي ناس مهما سووا ما بيحصلوا من جهة هي قبول ولكن بالفعل يعني ممكن تنتبهي بكل تجارب الحياة أنه في مهارات بكتير مجالات الشخص بيطورها وبيحصل من خلالها على كاريزما وعلى جاذبية معينة مزبوط تعطي هذه الجاذبية ولكن في ناس محظوظين بالطبع أكيد بيولدوا فيها بتكون عندهم تلقائية مزبوط وحتى اللي يكون عنده أعتقد أنه لازم يشتغل عليها برضو ويعمل عليها ويشوف إيش الكريزما المناسبة وإيش اللي تطل المناسبة لي أو الشخصية اللي تكون ظاهر فيها خصوصا بما يتناسب مع عمله خاصة إذا ما كنا عم نتحدث عن أشخاص في الفن أشخاص في السياسة أشخاص بيظهروا للعامة وبيتحدثوا معهم أكيد لا تكفي فقط أن يكونوا محظوظين فيها مثل ما قلت لازم بالتأكيد توروها عموما سألنا الناس في مصر من أكثر شخصية تتمتع بالكريزما والشخصية القوية من وجهة نظرك نتابع لو هتختار شخصية واحدة هي من وجهة نظرك بتتمتع بالكريزما وقوة الشخصية هتكون مين؟ هو أستاذي الله يرحمه لأستاذ فريد ديب المحامي هو كان أستاذي كان ليه طابع فريد من نوعه يعني هو اسمه فريد فعلا فريد من نوعه عشان رجل كروي فكريستين رونالدو يمش محمد صلاح؟ لا ماشي بس أنا يعني محمد صلاح بط بس كريستين رونالدو هو والدي لأنه هو يعني هو يعتبر السند وراجل البيت فهو مش شايف حد غيره أنه هو زي كده جمعات سليمان سوري بحبه كده وإياد نصر فيها الدكتور أثر فيني في الجامعة كان اسمه دكتور فادي شعيشة كان هو دكتور مصري أكيد نحتاج تفاصيل أكثر في هذا الموضوع ورح نتكلم من الأشخاص اللي عندهم كريزما ومن لازم أن يمعملوا عليها من الكويت بالضبط من الكويت الدكتورة في علم النفس الاجتماعي والمستشارة في تطوير الأداء هلو أستاذة ليلى شحرور هلو وسهلا بيكي وصباحك سعيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم صباح النور هلو صباح الخير يعني إحنا نعرف أن الكريزما بتتكون من ثلاثة عناصر القوة الحضور المودة طيب هل هذه كلها لازم تكون موجودة فيها ولا لازم أعرف نفسي إذا كنت أنا أمتلك هذه الأشياء ويجب أن أعمل عليها طيب هل هي فطرة أم هي حاجات أقدر أشتغل عليها أكيد هي مش فطرية لأنه طبعا الأبحاث بتشير إلى أنه هي مش موجودة بالدين اي وبما أنا مش موجودة بالدين اي فهي منها فطرية هي ممكن يعني فيه أشخاص بيولدوا عندهم صفات معينة لأنه بكونوا متوارثين عبر الأجيال من أهلهم أو من أجدادهم إلى آخرية لكن الكاريزما إذا عم نحكي عنها الحضور المميز فينا نقول أنه لا هي بتكتسب عبر المهارات اللي بناخدها والإكسفيرينسيز أو التجارب وإذا كانت دكتورة هي يعني مكتسبة على ماذا تعتمد؟ يعني شو أساسيات الأدوات الأساسية لتطوير الكاريزما وصقلها عند كل شخص؟ أول شغلة وأهم شغلة هي body language أو لغة الجسد يلي هي أصلا تعبر عن 93% من فهم الرسالة وبعث الرسالة للآخرين لذلك بتكون أهم شيء أنه نحن نتمتع بلغة جسد كتير إيجابية أو إلى نمتنع عن محظورات معينة فيها ونقدر نقوي شخصيتنا خلال معالجتنا من لغة الجسد يعني معالجتنا بلغة الجسد نعم طيب إحنا عندنا يعني اختبار لبعض الصور لمشاهير في العالم وحبين أننا نشارك يمكن أنا وحنين وحضرتك ونشوف إيش الفرق بين هل هذا الشخص عنده كاريزما ولا عندنا هنا جو بايدن ودونالد ترامب من برأيك؟ هي منافسة ربما محصومة بين الرئيس السابق والرئيس الحالي الأمريكي ولكن بكل الأحوال بأعتقد ريم أنه إحنا ما عم نحكي عن الكاريزما بالمفهوم اللي يقاس أو تقاس فيه الكاريزما في الولايات المتحدة ما عم نحكي عن الرئيس جون أف كندي ولا ريتشارد نيكسون نحكي عن شعبية ربما أكتر ترامب اكتسبها أكيد من مجال الإعلام كونه كمان بيزنسمان ولكن بالإضافة لكل هذا شعبية ترامب بالاقتراب من الناس من خلال الكلمات اللي بيقدمها وخطاباته كمان تلعب دور بشعبيته الكبيرة والظهور الإعلامي وحبه أصلا هو للظهور الإعلامي ويكون قريب من الناس ويتكلم بلغة قريبة منهم اللغة الشعبوية بالضبط يعني أنا حسن تسريحة شعره المميزة جعلت عندك رزمة قوية أيضا طيب عندنا كمان صور أخرى برضو لي مشاهير آخرين بوتين وزيلنسكي ايش رايك يا حني انتم بتشعبهم كثير في الأخباح بالطبع يعني بلاديمير بوتين عميل كي جي بي قبل ما يوصل للكرملين قبل أن يصبح رئيسا فلاديمير زيلنسكي ممكن اكتسبها من التمثيل ولكن هو كان ممثل أفلام كمان كوميدية بجانب كبير منها بعتقد أنه فلاديمير بوتين عنده إياها إلى جانب بالطبع خبرته وكيف تدرج بروسيا ولكن كمان الغموض والحزم بلعب دور كتير كبير في الكرزمة ما أدري يا دكتورة إذا كان ملامح الوجه أيضا تؤثر في كرزمة الشخص يعني هلأ أصحاب الملامح الحادة أو أصحابه في ملامح معينة بتكون في الوجه هي اللي بتعطي كرزمة أقوى؟ أكيد طبعا مثل ما قلنا لغة الجسد والحضور يعني حضرتكم ملمين جدا بالموضوع ما شاء الله عندكم أكيد الوجه مثلا في عندك وجوه معينة هي بتعطي بحد زيتها بتفرجي سلطة يعني بتخليل الشخص الآخر يشعر أنه هذا الشخص عنده سلطة معينة أو عنده كريزة معينة بتعتمد على بعض التريتس أو بعض الصفات الموجودة بالوجه الميزات الموجودة بالوجه مثل الفك العريض مثل الوجه العريض مثل تقسيمة الوجه هول كلهم تلعبوا دور أكيد وهي أصلا تلعب دور شخصية يعني أنت بالأساس وتشوفي عندك شكل معين أنت تصرفاتك بتتغير يعني أنت عندك تصرفاتك معينة على أساس شكلك بتصير كمان تندج هالاستفاد وتصير أكثر وأكثر موجودة عندك مظبوط مظبوط كمان عندنا صورة أخرى اللي أشعر لعبي كرة القدم في العالم رونالدو وميسي الجدل الدائم الكبير من أفضل رونالدو وميسي ولكن نحن ما نتكلم على هذا الجدل نتكلم على الكريزما والقبول عند الناس إيش رأيك حنين؟ نسأل عن رأيك أنا ما أعرف أنا أحس أنه كملامح أحس كريستيانو مادري يمتلك كده ملامح تشد الواحد يعني ما أعرف بس برضو ميسي أنا ترى أحب ميسي يعني لديه الجاذب عنده جاذب كما قلتي في الشكل بأعتقد ليو ميسي عنده هذه الجاذبية الطبيعية بحكم أنه يعني النظرة لإله تتعلق فعلا بفراته باللعب ولكن كريستيانو رونالدو لديه أكثر من عام لإمتلاك هذه الكريزما أعتقد الإبتسامة أيضا تفريق في الموضوع يعني أكيد الإبتسامة والشكل ليلعب دور كبير أيضا إذا كنا نتحدث عن مكتسبة أو موجودة من الأساس ربما يكون كريستيانو قد اكتسبها بشكل أكبر ليو ميسي لديه الكريزما من الأساس أتوقع كده إيش رأيك دكتورة؟ أنا بقول أكيد هيدولي مثل ما قلتوا حضرتكن الفطرة هون موجودة فيه في فطرة تانية اللي هي فطرة الشخص اللي عنده هيك قلب مثلا كبير أشخاص اللي عنده هيك بحسوا بالعظم من الداخل يعني ما بيفرجوها كتير إلى الخارج وبيدل عندهم صفات التواضع يعني الكريزما من صفات الكريزما لماذا تكون التواضع ويكون الواحد بين الناس حاسس أو يشعر بأنه هو قوي دائما الإحساس أنه قوي يعني دائما نحن نشتغل على الداخل ونحكي على الداخل مصبوط يعني حضرتكن هلأ كيف عم بتحلله أنا كثير عم يعني حسيت هيك كثير مبسوطة لأنه عن جد يعني كيف الإنسان بيعرف كثير يحلل لغة الجسد ويقرأ علم النفس بدون ما هو يعرف وعيه الخاص يعني بالضبط يعني الموضوع يبدأ من الداخل وأن الواحد لازم يكتشف نفسه ويثق في نفسه أكثر يمكن كان عندنا صور كمان أكثر ولكن شكرا لك دكتور ليلى وشكرا لانضمامك معنا في هذه الفقرة اليوم